بتبدأ القصة في مدينة لوس أنجلوس بيكي مورتم مع صاحبتها جيني في سانتا مونيكا جيني بتتحمس لما بتشوف عرافة لكن بيكي مش مقتنعة أول حاجات دي لكنها بتقرر تروح تقرأ الطالع ولو على سبيل الهزار مادام زيلا بتسأل البنات عايزين يعرفوا إيه جيني بتبدأ تتكلم عن صاحب بيكي وبتقول إنه مش كويس لكن مادام زيلا بتوقف عن الاستماع ومن تعبير وشها بنعرف إنها شايفة حاجة غريبة في دماغها فجأة بتمسك إيد البنات وبتقول لهم إن فيه خطر كبير في المستقبل ألاقهم على الأولاد مالوش لازمة لأن فيه حاجة أكبر بكتير جاية لما بتتكلم عن مخلوق وحشي بيهاجم في ليالي الأمر المكتمل بس جيني بتقول إنها مجنونة وبتسيبها بيكي كمان بتتدايق من أسلوب العرافة وبتفتكر إنها بتخوفهم وخلاص في الوقت ده بروك بتخلص الشفت بتاعها في متحف في هليوت بوليفارد كلب لطيف بيشد انتباهها وبتقرر تلعب معاه اسمه زيبر وصاحبه جيمي مايرز اللي بيوصل بعد شوية جيمي شاب خجول ومش مشهور أو في المدرسة رغم إنه قاعد وراء بروك بقاله 3 سنين بروك مش واخدة بالها منه الموقف بيصعب لما بو بلطاج المدرسة وخطيب بروك بيوصل بو فاكر جيمي كويس جدا لأنه بيبهدله كل يوم ومع ذلك بيكمل بهدلة جيمي رغم احتجاجات بروك أصحابه بيحوطوا جيمي وبيتكلموا على ضعفه وقلت مهاراته الرياضية بو بيضايق جيمي أكتر لكن جيمي بيهرب بسرعة وبيطلب من أخته إلي تيجي تاخده إلي هتتأخر شوية لأنها متفقة مع جيك اللي هي مرتبطة بيه إنها تقابله المقابلة مش لطيفة قوي لأن جيك مشغول بتحضرات افتتاح النادي الجديد بعد يومين إلي بتفكر تستغل الحدث ده علشان تظهر معه في العلن قدام الناس وتاخد خطوة مهمة في علاقتهم لكن جيك بيقول إنه مش هيشارك في الاحتفال لأنه ناوي ياخد أجازة ويرتح في البيت بعد ما يخلص الشغل إلي بتسيب جيك وجيك بيندم على قسوته معها في العربية الأخته وأخوها بيخرجوا إحباطهم على بعض جيمي بيعاتب إلي إنها سابته مستنيها أكتر من ساعة إلي بتقول لجيمي إن الولاد الطبيعيين بيبقى عندهم أصحاب يساعدوهم مش بيعتمدوا على أختهم الكبيرة الخناقة بتستمر لحد ما حيوان كبير بينط على الإزاز اللي قدام إلي بتفقد السيطرة على الدريكسيون وبتخبط في عربية تانية واللي بتقلب سواءت العربية التانية هي بيكي مورتون اللي بتتحبس في وسط الحطام وبتقلق لما بدأت تشم بنزين إلي وجيمي بيعملوا كل اللي قدروا عليه علشان يساعدوا بيكي وبيقدروا يطلعوها لكن قبل ما تتعافى من الصدمة مخلوق وحش بيعضها الأخت وأخوها بيتسحبوا في الغابة جيمي بيتجرح في صدره وإلي بتتجرح في دراعها لما المطاف بتوصل ما فيش حاجة بقية من بيكي وبيحصل فيه اختلاف بين رواية إلي وجيمي جيمي بيقول إنها كانت زئب عملاق رغم إن الزئاب مش موجودة في المنطقة دي بقالها سنين إلي مش عايزة تتكلم قوي وبتقول إنها ما شافتش الحيوان كويس جيمي زعلان من قلة الدعم حتى الكلب زيبر اللي دايما كان لطيف مع صاحبه بيعض إيد جيمي جيمي بيرجع لبيته وهو لسه زعلان من أخته إلي بتحاول توضح إنها فعلا ما شافتش المخلوق ومش عايزة تجذب على السلطات جيمي بيحبس نفسه في قطته وبيبدأ يدور على حالات مشابهة وبيقتنع إنه ناجح من هجوم زئب في اللي لا دي إلي بتحلم إن جيك جاي زورها وبيشرح لها سلوكه الغريب وبيتصلحوا مع بعض لكن إلي بتعود رقبت جيك إلي بتصحى من الكابوس لكن حالة جيمي أسوأ بيفوق بره البيت في نص الجنينة وما فيش أي أثر لبجامته جرهم المصدوم بيخرجوا من الحالة دي وبيرجع جوه البيت بسرعة وفي المطبخ إلي بتسمع أخبار عن الهجوم اللي حصل مبارح الرواية الرسمية مش بتحدد الحيوان بالزبط لكن وكالة السيطرة على الحيوانات بتقول إنه ممكن يكون دب في دبانة بتبدأ تزن جنب إلي فبتقوم إلي تستضها في الهواء جيمي بينزل علشان يفتر وبيقول لإلي إنه صاحي بره البيت إلي بتفكر تتصل بدكتور لكن جيمي بيطمنها إنه جويس إلي بتقول إنها تاخد تطعيمات لأن الزئب ممكن يكون عنده دائل كلب جيمي بيبقى مندهش إنها بتصدق روايته أخيرا وبيقول إنه ممكن يكون زئب فعلا لكن هو عنده شكوك تانية وبيقول إنه ممكن يكون مستزأب إلي مش مستعدة تفتح دماغها أول الحاجات دي لكن جيمي بيقول إنه ممكن يكونوا ملعونين لتنم مش واخدين بالهم إنهم ما أكلوش حاجة غير اللحمة على الفطار إلي بتشتغل في إنتاج برنامج تلفزيوني أول ما بتوصل لستوديو كل زمائلها بيبصلها كأنهم منجازبين لطاقتها واحد من زمائلها اسمه كايل بيقول إنه في حاجة مختلفة فيها النهاردة لكنه مش عارف يحدد إيه هي بالزبط لما بيلاحظوا الضماضة على درعها بيسألها إذا كانت كويسة زي ما عمل مع أخوها قبل كده إلي بترد إنها كويسة الفرحة دي بتختفي لما بيشوفوا زملتهم جواني اللي عمرها ما بتضيع فرصة علشان تهين الناس اللي قدامها بتقول لإلي إنها سمعت عن علاقتها بجيك وإنها تنتهي بشكل وحش بتقول إن جيك بيعرف بنات كتير جدا وبيستغل ضعفهم إلي مش بتصدق الكلام ده لكن جواني بتأكد إن جيك مش الراجل الوحيد في لوس أنجلوس إلي بتبدأ تشم ريحها حلوة جدا وبتقرر تكشف من اللي بيطبخ حاجة حلوة كده بتروح المطبخ وبتكتشف إن دي ريحة الدم اللي بينزف من مناخير زملتها جيمي في المدرسة وبيقابل بروك مرة تانية بيحاول ساعدها في مكانة الصودة لكنه مش بيقدر يهرب من خطبها المزعج بو اللي بيعرض على جيمي إنه يشارك في اختيار المقاتلين لأن جيمي بيحب الاحتكاك الجسدي مع الأولاد التانيين جيمي بيقاوم النوكة دي والتنمر وبيفكر بو إنه كان كابتن المصارعين لسنين بروك بتضحك على جرء جيمي والمجموعة بتسيبهم إلي بتحضر حفلة شغل بالليل جواني زي ما هي متعودة مش بتقول لإلي إن الحفلة تنكرية أول ما إلي بتمشي جيك بيوصل وبيبدأ يتكلم معها الكلام بيبقى شبه الكلام اللي إلي تخيالته في الكابوس جيك بيعترف إنه كان بيعرف بنات كتير وكان بيهرب من الارتباطات اللي بجد لأسباب مش عارف يشرحها دلوقتي لكن بيقسم لها إن علاقتهم دي حاجة خاصة وبيطلب فرصة تانية إلي بتسمع الكلام اللي عايزة تسمعه وبيتفقوا إنهم يتقابلوا بعد الحفلة جيني بتظهر فجأة وبتقف بين إلي وجيك وبتسأل جيك ليه مختفي وبنكتشف إن جيني كانت بتتكلم عن جيك مع العرفة جيني بتقول إن بيكي كانت زعلانة من غيابه كأنها بتدافع عن صاحبتها لكن لما جيك بيقول إنه مش متاح جيني بتقول إنها زعلانة باللحظة دي جيني بتلاقي طريقة تشغل بيها إلي وتبعدها عن جيك الممثل سكوت من مسلسل مشهور هيتم مقابلته في البرنامج وإلي لازم تنسق التفاصيل معاه الحوار بيبدأ بشكل مش لطيف وسكوت مش بيبقى راضي عن أي حاجة بتقولها إلي لكن أول ما السحب بتبعد والأمر المكتمل بيبان في السماء كل حاجة بتتغير سكوت فجأة بيحس بجاذبية ناحية إلي وبيبدأ يتصرف بشكل مش طبيعي بعد ما قضت الليل كله وهي بتتفرج على جيك وهو متحوط بالمعجبات بتوعه إلي بتفكر تدي له فرصة تانية برضه جيك بيقسم إنه هيتغير وإن البنات دول مجرد ذكريات من الماضي إلي بتقول إنه دورها إنها عايزة وقت وإن جيك لازم يحترم قرارها في نهاية الحفلة جيني بتروح عند العربية لوحدها بتشوف حاجة غريبة أثار أقدام بشرية طلعة من بركة مية لكن الغريب إن الأثار اللي بعد كده بتكون أثار حيوان بالتحديد زئب بتحاول تتجاهل الموضوع لكن فجأة حاجة بترميها بعيد وهي مصدومة جيني بتشوف أثار مخالب تحت العربية بتتجمد من الصدمة وهي بتبص على مخالب المخلوق فجأة المخلوق بينطع العربية والمخلوق مش بيلاقي جيني لأنها بتكون مستخبية تحت عربية تانية المخلوق بيرجع على الأرض وجيني بتصرخ صرخة صغيرة من الرعب الصرخة بتخلي المخلوق ينتبه لكن مش بيلاقي جيني لأنها برضو مستخبية تحت عربية تانية المخلوق بيحاول يفتح باب العربية لكن جيني بتفتح إنذار العربية المخلوق بيحطم العربية وجيني بتجري ناحية الأسانسير والمخلوق وراها جيني بتدخل الأسانسير بصعوبة والمخلوق بيوصل لها وبيحاول يفتح الباب جيني بتقع وهي بتحاول توصل للدور اللي فوقها ولما بتبص بتشوف إن المخلوق مش موجود بتفكر إن المخلوق مشي لكن في الحقيقة المخلوق راح الدور اللي فوقها وبيقدر يدخل الأسانسير ويخلص على جيني وجيني بيعرف أكتر عن حياته الجديدة بيعرف إن المستزئبين ممكن تتعرف من شكل الإيد لما بيشوف ايده بيشوف خمس علامات عميقة بتشكل نجمة خماسية لما الي بتوصل بتبدأ تعمل نفسها انها مهتمة في اللي جيمي بيتعلمه وبتسأله اذا كانت الرصاصات الفضة بتنفع فعلا جيمي بيقول لا وان الطريقة الوحيدة لقتل مستزأب هي فصل الراس عن الجسم جيمي مش مهتمة اوي بالجزء ده من الدفاع لكن جيمي مبسوط بالفكرة دي اصلا لان الكتاب بيقول ان الشخص اللي تخدش او تعض بيبقى عنده حواس قوية جدا وبتبقى عنده جاذبية مغناطسية لا تقاوم للبشر العاديين المخالب والفارو ممكن ما تظهرش ابدا او ممكن تبدأ تظهر من الاول لما جيمي بيقول لاي عن النجمة الخماسية اللي على ايده لاي بتبدأ تفكر ان الخيال ده راح بعيد اوي لكن قبل ما تبدأ تنصحه بتشوف العلامة على ايدها هي كمان مش عايزة تعترف بالهزيمة فبتقول انهم لتنمت لخبطين ومصدومين الحادثة دي فكرتهم بذكريات مؤلمة لانهم فقدوا ابوهم واموهم في حادثة عربية جيمي كان علق ان الفضة مش فعالة لانها بتوجع بس علشان تثبت انها مش مستزابة إلي بتمسك برواس فضة جيمي مش عارف يشرح لها وإلي بتستغل الفرصة علشان تبعت جيمي ينام بعد كم ساعة كلاب كتير بدأت تجمع قدام البيت وبتعوي بصوت عالي جيمي بيتدايق من الصوت وبيطلع من الشباك علشان يزعق لهم الزعيق مش بيجيب نتيجة فجيمي بيقرر يعوي جيمي بيبقى مندهش من قوة العواء بتاعه ومن تأثيره كل الكلاب بتجرى على طول تاني يوم إلي بتصحى وهي مبسوطة وبتقول لجيمي انها تتأخر النهاردة علشان افتتاح النادي لما بتوصل لستوديو بتشوف مجموعة من العرفين مستنيين يطلعوا في التلفزيون واحدة منهم هي زيلة اللي بتعرف انها إلي من غير ما تكون شافتها قبل كده بتقول ان البنت في خطر وبتعتذر عن كلامها لكنها بتشرح لها ان للأسف هداياها حقيقية بتاخد إيد إلي وبتقول ان دي علامة الوحش الطريقة الوحيدة لكسر اللعنة هي قطع نسل الوحش اللي هاجمها زيلة كمان بتقول انها لازم تفتكر ان الوحش نصه إنسان وممكن يكون قريب منها أكتر ما هي متخيلها في الجزء ده زيلة بتصرخ فيه لأن قايل بيسحبها برة وفي المدرسة جيمي بيكون عنده تجربة أحسن بو بيضايق جيمي تاني وجيمي بيرد عليه بو بيزعل منجورة جيمي الغريبة وبيكبر وشارك في اختيار المقاتلين كل الناس مستعدة انها تشوف جيمي بيتدبح لكن جيمي بيغلب كل خصومه وفي الاستوديو إلي بتزبط واحد من المزيعين زمائلها قبل الهوى وغصب عنها كانت هتاكل واحد من صوابعه ولما بتحس انها متغيرة وبتقفل على نفسها في الحمام زيمي لا بتحاول تساعدها وبتتفاجئ بالمنظر إلي بتبدأ تتحول مش فاضل غير كام ساعة على افتتاح النادي وجيك عنده زائر غير متوقع جيمي بيحكي له كل اللي حصل علشان يلاقي حليف لكن جيك مش مصدقه جيمي بيرجع البيت وبيأكل لحمة نية وبيوصله زائر غير متوقع تاني بو بيعترف انه كل التنمر اللي كان بيعمله كانت طريقة علشان يخب سر عمره ما فكر ابدا ان جيمي ممكن يكون من المثليين لكن دلوقتي هو متأكد لان جيمي هو الوحيد اللي قدر يكشفه جيمي بيوضح له بهدوء انه بقى مستزئب من صفاته الجديدة الفيرمونات اللي ملهاش مقاومة حتى لو بوه شاز اللي بيحسه دلوقتي مش حقيقي بعد ما بيقول كده بيقفل الباب وبيسيب الراجل مصدوم برا جيمي بيكمل التجارب بتاعته وبيشيل البرواز بحذر لكن ما فيش حاجة بتحصل بعد كده بيكتشف ان إيلي كذبت عليه وان البرواز ده من اللي استنلستيل مش فضة زيبر بيستغل الفرصة وبيخطف البرواز لما جيمي بيجر وراه بيلاقي ان الكلب كمان متأثر بالأمر المكتمل اتعادى من جيمي لما عضي ايد جيمي لكن لسه مستنى على الباب بوه كان خايف من كلامهم لكن دلوقتي هو مرعوب أكتر انه يشوف زيبر وهو بيحطم البيت علشان يصطدهم بوه جيمي بيركبه العربية وبيهربه جيمي بيقول انه محتاج يتكلم مع أخته وبوه بيوافق انه يوصله للافتتاح إيلي بتحاول تهدي نفسها لكن خبر وفاة جيمي بيظهر على التلفزيون بتطلب من كايل انه يحل محلها في الحفلة لأنها محتاجة تروح البيت وتتكلم مع أخوها لما بتركب العربية جيك بيطلع فجأة عايز يتكلم عن حاجة مهمة لكن لما بيحط ايده على الازاز إيلي بتشوف علامة الوحش إيلي بتفتح الباب وبتقول لجيك انها مش هتتكلم معه غير لما رجع لها المفاتيح جيك بيرجع المفاتيح وبيبدأ يسألها عن التغييرات اللي بتحصل لها تجأة إيلي بتهجم عليه بواحد من مفاتيح وبتزقه بعيد إيلي بتجرف عربتها وجيمي بيقدر يتصل بيها وبيحكي لها اللي حصل مع زيبر وبيقولها انه مش ممكن يرجعوا البيت دلوقتي إيلي بتقول انها مصدقة كل حاجة دلوقتي جيك كان يعرف الضحيتين ومش ممكن يكون غير المستزقب اللي هجمهم قبل كده إيلي بتقول لجيمي انه يفضل قريب من صاحبها كايل لحد ما هي توصل طبيعي انه اول واحد جيمي يقابله في الحفلة هو جيك بتضعه جوه إيلي بتوصل الحفلة وبتدور على جيمي إيلي بتنادي على أخوها لكن جيك هو اللي بيرد جيك بيقسم انه مش مسؤول عن الهجمات جيك مستزقب من يوم ما تولد وعارف ازاي يتحكم في التحول لكن دلوقتي فيه مستزقب تاني في المنطقة بيتربص بخطيبات جيك القديمة علشان يورطه إيلي مش عارفة تصدق مين وبوه وجيمي كمان بيسمعوا الكلام لما جيك بيوصل وبيقول انه بيحبها مرايا وراهم بتتكسر بسبب مستزقب ضخم كل الناس بتجري في حالة زعر والمستزقب بيجري ورا إيلي إيلي بتتوقع الضربة وبتفتح صندوق النور علشان تعمل فخر المستزقب المستزقب بيتكهرب لكن ده مش بيأثر فيه كتير إيلي بتهرب من متاهة المرايات علشان تحذر الضيوف من الخطر قبل ما تقدر توضح الموقف المستزقب بيخبط في الحيطة وبيخوف كل الناس الحفلة بتتحول لفوضى كاملة لما كل الناس بتقدر تهرب الحارس بيتطمن ان ما فيش حد في المكان وبيقرر يقفل الأبواب لكن إيلي مش عايزة تمشي من غير أخوها لما بتلاقيه كايل كمان بيبان وده غريب شوية لأن نظريا كل الناس المفروض كانت مشيت من نادي ما عاد المستزقب نفسه لكن تاني مرة هما بيشكوا في الشخص الغلط كايل بيتهاجم من وره ولما بيبصه المستزقب الحقيقي بيظهر المستزقب هي جواني جواني اتعرضت لللعنة لما قضت ليلة مع جيك من ساعتها وهي بتحاول تستخدم مهاراتها الجديدة علشان تتخلص من كل منافسنها التلاتة بيحربوا في شكلهم البشر الكام لحظة وبيستخدموا كل اللي في ايديهم حتى رشوا الفلفل في عين جواني بعد ما بتغسل وشها جواني بتواجه جيك جيك مش عارف انه كان السبب في لعنة جواني من الأول وبيقول انه ممكن تتعلم تتحكم في اللعنة لكن جواني مش شايفة حياتها الجديدة حاجة وحشة حبة الموضوع بتقول انها بتستمتع وانها قريب هتبقى معا لوحدها جيك بيقول انه مش هيسمح هيحصل حاجة لإيلي لكن جواني بتقرب منه وبتعمله حركة قوية وبتكمل المطاردة الأولاد بيستخبوا وبيسمعوا صوت جواني وهي بتتحول لمستزقب المخلوق بيهجم على الأخت واخوها لكن جيمي وإيلي بيحموا نفسهم بالشوم والفضة لكن قوتهم مش بتقارن بقوة الوحش اللي بيخوف الوحش هو وصول البوليس طبعا تحت الفرو في ست بتخاف على سمعتها لما جيمي بيقول البوليس ان الحيوان مستزقب اللي مش بتحاول تمنعه أو تقلل من كلامه اللي بتأكد ان المزنب فعلا مستزقب وشكلها البشري ست ضعيفة وقبيحة الخطة بتنجح وجواني بترجع في شكلها البشري بسرعة وهي غضبانة البوليس بعد كده بيحطوا شكوكهم على جنب علشان يخلصوا على الوحش لما بتقع على الأرض جيمي بيوضح ان لسه ما خلصناش وان لازم يضربوا في نص راسها جيمي بيبقى عنده حق وجواني بتصحى بنباح قوي لكنه قصير واحد من الضباط بيقول ان الضربة كانت في الجول في البيت جيمي وإلي بيبدأوا ينضفوا الفوضى اللي عملها زيبر جيمي زعلان انه هيرجع المدرسة من غير التحسينات وإلي مفتقدة جيك لكن لما بيقربوا من نص الليل الاتنين بيحسوا ان لسه في حاجة فيهم لازم يقطعوا ناس للمستزئة بالأصلي اللي هو اللي تولد كده من الأول وجيك رجع لكن مش عشان يساعد إلي تتحكم في اللعنة زي مععدها هو عايزها تستسلم للوضع الجديد وتنضم لي إلي بتفهم ان كلام جواني كان صح جيك اختارها علشان هي ضعيفة ومحتاجاله اللي هو عاوزه هو رفيقة في الحياة الغريبة دي ولازم يكون الرفيق ده حد محتاج له على طول وكمان بيقول ان ما فيش مكان غير الواحد بس من الزئاب فجيمي لازم يتخلصوا منه تاني مرة الأخوين بيتحدوا علشان يحربوا العدو جيمي بيدرب العدو من وراء هو أخله بتاخد معلقة الكيك الفضة وبتضرب قلب جيك وبتسيبه ضعيف وواقع على الأرض بعد كده بتقطع راسه بالشاكوش وبتحرق جسم جيك زيبر بيرجع البيت وهو خجلان من الفوضى اللي عملها اللي رجع زيبر هي بروك بو قرر انه يبطل يعيش في كذب وإدى بروك عنوان جيمي دلوقتي كل الناس مستعدة تبدأ من جديد ودي نهاية الفيلم ونتقابل في تلخيصة جديدة وشكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة